لا والله ما عاش لا حبيبتي ما عاش والله ما عاش اي مرة عراقية على الله وحليكم صال سنة وشهرين تخاعد قاطئنا من عندي يردون كفيل انا مطلوبة لهم انا مطلوبة للتخاعد اكل لهم الراتب عدكم سنة وشهرين اخذوا الراتب اخذوا الطلبوني المتراكم عدي متراكماني عدهم دور الكفيل قلت لهم اكونوا ينباعي اشتريه اروح للموظف يقول لي كافل اروح للحسكري يقول ما اخذ سلفة اروح للتخاعد يقولون ما اريده ما اخلي السنة وشهرين ادقق بالبوب واجار قاعدة والله على الضيب حالي والله ابوهم مات بسانوا يا بالبيت لا مولد ما عندي ايجار ما عندي مصرف ما عد العالم تترحم بي اهلي وخور قاعدوا يطنوا مصرف يجون يطنوا نعيش او اروح وهسه اريد على يخلصوني من التخاعد قل لي لهم راتبنا موعدكم ابونا راتب عدكم اخذوه وطنوا الباقيات اطلبونا ليش الدورون مو كفيل 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 اروح واجه حب بلدين والرجليين عافية ما عندي كفيل انت بشلون وقال حجيه من الباب مايبعيش يدير ويجع عني والرعاية والوزارة هذن اللي ثلاثة تقاعد الوثبة ايه الوثبة هاي الوثبة اللي زالين الناس التقاعد انا جيتكم انا هاي المرة المرة الكبيرة في السن يعني جيبوا كفيل وما جيبوا كفيل عمي هذا حقهم حق الناس انا جيت وصورتكم مش اردح شيئا صورتكم التقاعد بساحة الوثبة وطلعت لهم الاعلام تقولوا يش تحجي علينا انا ما حجيت عليكم لا انا ما حجيت انتو ذليت الناس كبار بالسن دقيقة امي حتى حجيها كبار بالسن كبار بالسن جايين يبشون نسوان تبشي من وراء تعاملكم الغير محترم للنساء وللكبار بتقاعد الوثبة زين والرحاياهم بالتقاعد زين ليش بكل الدول الكبير بالسن يطلعون من عنده موظفين يروحون للبيت يبصموه يكملون معاملته واجراءاته ويروحون بس ستوا بالعراق يشهنانه اذلهم بالناس ليش انا اناشد انا انا كشخصيا خطاب القصاب اناشد رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني خلي يروح في اليوم ويشوف بتقاعد الوثبة والله العظيم والله الناس الواقفة اسمع هاي المرة ظلم والله ظلم والله ظلم والله ظلم البووز بالديان والرجليان كروة ما عدنا نجي وانا الروح يقل يلا روحوا بره معلينا احنا يلا اتوسل اقل ابو سنعالك للمدير الموظفات كروة ما عندي يقل لي اشعلي انا بيشاي مشكلتك والراتب ما لتبونا الحج عندهم والمتراكم التموا سنة وشهرين عندهم اقلهم اتجيبوا لي لو بالبريد لو يقلوا اللي اروح خلاص البريد اروح يقلوا الحرف مو قلتش اسبوع الجاي خلاص البقطاني كتاب رحت النوم جبتا لهم قالوا لا ورايح انت جاي يلا اروح اسبوع الجاي وظال سنة وشهرين شفت الله بعيني والله شفت الله على الله وعليكم حلوا مشكلتنا من البريد من الحرف من التقاعد من الرعاية اللي عباد طابة بينا اللي جيبين كفيل منين اجيبه قلت له من با عباتي والله واشتري الكفيل منين اجيب منين اجيب في دوره عليك منين اجيب والله ما العاش ما عاش لا حبيبتي ما عاش ما عاش خلصني والله ما عاش اللي يذل اي مرة عراقية من الكفيل خلصني ما عاش لذل أي مرة عراقية أنا من دا أقول التقاعد ومستعد أدزل حلقات وأكيد يتابع رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني أنه صار بسحة الوفا بالتقاعد شون يذلوهم هس موضوع هي تقاعدهم يومكم هس ألا كفيل أكتبوا لها تعاهد مستمسكاتها أمورها زين أكو أمور أكو أمور تسهيلات والله قلت لبس جنوني السجنوني والله قلت للمبسطة العليا إيجار قاعدة والله والله ما عدي إيجار الآن ستطلب نمو البيت تقولي شهر لها ما تدفعين درجة بشرطة وطلعج أمور أمور أمورك هذا عزبك بدواره أحلى قلبي دعوانة طيب خلي رحمج خلي رحمج يمي الشباب خلي أمورك يمي الشباب خلي أمورك يمي الشباب أخذ الرقم أخذ الرقم أنا ما صبرت له شكرا للمشاهدة